اشتركوا في القناة بيت الشعر في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة وبرعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة وبمشاركة كوكبة من الشعراء والنقاد العرب عن فعاليات وأجوء هذا المهرجان مهرجان الشارقة للشعر العربي والجلسات كذلك أيضا النقدية التي سيشهدها هذا المهرجان ودور المهرجان في إثراء الأدب العربي نص ضيف اليوم الشاعر والإعلام الكبير محمد البريكي مدير بيت الشعر محمد مساك الله بالخير طبعا نسيت أذكر أيضا أن أنت مدير المهرجان وياك إن شاء الله أول شيء طبعا أنا باستغل وجودك ويانا بنبدأ بقصيدة بأي مناسبة تختارها أنت بخلف الشعر مباشرة طيب بندخل خفيف قصيدة على شكل التفعيل النساء النساء قناديلنا الخزفية في الليل يقطرن فوق الضرام ندا ويبللن شباك أحلامنا بالسؤال النساء خشوع المصلين في معبد الشوق يأسرهن التبتل يعشقن طول التهجد في دلهن ويسكن في قلب شيطان يغوي الخيال الخيال الشفيف الذي تارة يتسلل كالقط لكنه في العواطف يعوي وأنثاه برية والبراري ملاذ الذئاب النساء قصيدتنا والقصيدة أنثى وفارسها لا يهز لها رأس رغبته وهي فاقدة للدلال النساء قلوب الرجال لذا كيف للقلب أن يعمر الأرض دون نساء صحيح بسانك أبو حمد الله يسلم يعني أنت أخجلتني وشبيتك بقصيدة عن النساء نزيل فلننتكلم عن المهرجان هذا المهرجان طبعا يضم كوكبة كبيرة بالتأكيد من الشعراء من النقاد من العالم العربي 14 دورة ما شاء الله يعني أتوقع أنه صار في خبرة كافية اليوم وصلها هذا المهرجان والقائمين على هذا المهرجان أهمية هذا المهرجان ونشأت نظرك أبو حمد ما هي هو هذا المهرجان يعني بهذا الدعم الكبير سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي هو الدعم للثقافة ليس على مستوى الإمارات ولكن على مستوى العالم العربي والعالم بهذا الدعم الكبير نحن نتحرك حقيقة نحن نفعل هذا الدور دور الشعر ودور كل الفعاليات يعني مساحتنا كبيرة ولله الحمد ومريحة أهمية هذا المهرجان في أن هذا التواصل الجميل بين المبدعين العرب والنقاد العرب والشعراء هذا التواصل للحفاظ على اللغة العربية للحفاظ على الخط العربي للحفاظ على ديوان العرب والشعر العربي حتى يكون في مستوى التمثيل الحقيقي ويكون في مستوى على مستوى ما تأمله منه الدائقة العربية حتى نحافظ على هذه الدائقة يجب أن نعمل بشكل متواصل للحفاظ عليها لنقدم لها الإبداعات الحقيقية التي تستحق أن تقدم الجديد اليوم في هذه الدورة أو يوم غد إن شاء الله حيث تنطلق هذه الدورة يوم غد ما هو جديد هذه الدورة؟ والمختلف تماماً ربما عن كل الدورات السابقة هو حينما نقدم شاعر جديد نعتبر شيء جديد أيضاً تجربة جديدة أيضاً شيء جديد بالنسبة لنا ولكن هناك أشياء جديدة في هذه الفترة الجديد هو الاحتفاء بمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة في إنشاء ألف بيت شعر في الوطن العربي هذه البيوت التي انطلقت في السنة الماضية والحمد لله تم افتتاح أربع بيوت منها في هذه الدورة سنحتفي بهذه المبادرة من خلال فقرتين على شقين شق تقدم مؤسسة الشارقة للإعلام تلفزيون الشارقة بعرض تسجيلي عن هذه المبادرة فقرة في بداية حفل الافتتاح غداً إن شاء الله الشق الآخر أن اخترحنا ندوة يشارك فيها مدراء البيوت التي تم افتتاحها وسيتحدثون عن هذه المبادرة عن أثرها عن استشراف المستقبل وعن أهميتها وعن الفعاليات التي ستقدم من خلال هذه البيوت إن شاء الله ستكون صباح يوم السبت في بيت الشارقة الجديد أيضاً سنقدم لوحة فنية إن شاء الله عبارة عن مسرح شعري مصغر في عرض حي أيضاً بعنوان عصور القصيدة في الشارقة أيضاً الجديد في هذه المهرجان مشاركة الشعراء المقيمين في السابق كان المهرجان للشعراء العرب من الخارج وشعراء الإمارات الآن هناك مساحة أيضاً للشعراء المقيمين للمشاركة مع أخوانهم وهذه تجربة جديدة إن شاء الله حتى يكون هناك يعني تواصل حقيقي حتى يكون هناك ربط بين الشعر المقيم أيضاً مع هذا المهرجان ومع ضيوف المهرجان نعم يعني أكيد بنرد نتكلم عن بيوت الشعر هذه وكيفية كذلك أيضاً تفعيل ربما بيوت الشعر الأربع التي فتتحت حتى الآن بنتكلم كذلك أيضاً بالتفصيل عن هذه الدورة الجديدة من المهرجان لكن بالتأكيد بناخذ التقرير الخاص بهذا المهرجان ومن ثم لنعودة في سماء عاصمة الثقافة وتحديداً في يوم غد ستنطلق حناجر شعرية عربية لتصدح في سماء الإمارة الباسمة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي بتنظيم من بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة والإعلام في الإمارة وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمشاركة أكثر من أربعين شاعراً من دول عربية عدة من الثالث عشر وحتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري ستستمتع مسامعنا بأبيات عربية لشعراء باتت آثار قوافهم معروفة تتواصل الأمسية الشعرية التي ستنشط معظمها بقصر الثقافة في الشارقة إضافة إلى أمسية أخيرة ستنظم في مكتبة وادي الحلو كما وسيحتفي المهرجان هذه السنة بمبادرة بيوت الشعر العربي حيث يستضيف ندوة تحت عنوان مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء بيوت للشعر العربي في الوطن العربي أما عن الملتقى الفكري فينظم تحت شعار الدور الحضاري للشعر العربي كل تلك الفعاليات ستحفل بها أيام المهرجان لنخرج بعد انتهائها بذكريات شعرية ألوانها شارقية مهرجان الشارقة للشعر العربي قصائد شعراء العرب في ديوان الشارقة حياكم الله أيضا مشاهدين مجددا ما زلنا نتحدث عن مهرجان الشارقة للشعر العربي والتي تنطلق فعالياته يوم غد مع ضيفنا في الستوديو الإعلامي والشعر الكبير محمد البريكي مدير هذا المهرجان ومدير بيت الشعر كذلك حياك الله مرساني أبو حمد نستكمل حديثنا عن هذه الدورة من المهرجان طبعا في كل دورة من دورات المهرجان يتم كذلك اختيار عدد من الشعراء لتكريمهم هذه الدورة إن شاء الله سيتم تكريم شاعرين هما راشد عيسى من الأردن وكذلك أيضا الشاعر أحمد محمد عبيد من اليمارات في كل عام أو في كل دورة على أي أساس يتم اختيار الشعراء الذين سيكرمون في هذه الدورة؟ هوان التكريم يجب أن يتم بمعايير دقيقة باختيار دقيق بمتابعة دقيقة أيضا للشخصية التي تكرم هذه الشخصية يفترض منها أن تكون شخصية رائدة قدمت الكثير ومؤثرة في الساحة من خلال أعمالها شاعر راشد عيسى من الأردن شاعر لها دواوين شعرية له كتابات ودراسات وغيرها وشارك في مهرجان عديدة ونحن نتابع تجربته منذ فترة طويلة وهو مؤثر على المشهد الشعري العربي كذلك الشاعر رحمة محمد عبيد شاعر وباحث في الإمارات أيضا وقدم الكثير حقيقة فبالتالي نحن نرفع التصور حول هذه الأسماء ولله الحمد تأتي المباركة ويأتي هذا التكريم الكبير لهذه الأسماء التي من صاحب التكريم للأدب والشعر صاحب السمو حاكم الشاركة الله يحفظه طبعا هذا كذلك أيضا مهرجان في العديد من الأسماء في كل دورة من دورات هذا المهرجان هناك يعني اختيار واختيار عادة يكون مقصود للعديد من الأسماء المشاركة من الشعراء والنقاط في هذا المهرجان على أساس كذلك أيضا يتم اختيار الشعراء المشاركين النقاط المشاركين هل هناك ربما مواضيع أو ثيم معين يتم التركيز عليه بحيث أن الشعراء اللي يكتبون مثلا في مواضيع معينة يتم استقطابهم لهذا المهرجان أو على أي أساس له بالنسبة لمواضيع مواضيع الشعر مفتوحة وبإمكان الشعر أن يتطرق إلى أي موضوع نعم ولكن هذه حسب قدرات الشعر حسب أدواته التي يمتركها هو يستطيع أن يوظف هذا الموضوع وغيرها ولكن هو الاختيار يعني خليني أختصرها وأقول أن نحن نختار من يستطيع أن يعيد أن يصنع الدهشة ويعني يعيد الذائقة العربية إلى الشعر العربي هذه باختصار يعني باختصار باختصار نحاول أن يستطيع أن يؤثر أن يهز الشعور أن يبدأ في إثارة هذه الذائقة وتحفيزها لمحبة الشعر والعودة إلى الجلوس أو دخول ديوان العرب الذي هو ديواننا الذي عهدناه وعرفناه منذ زمن بعيد بالتأكيد الأمسيات شو عن الأمسيات اللي بيضمنها هذا اللغة عندنا طبعا بالإضافة إلى الشعراء المكرمين طبعا إن شاء الله يعني ستكون لهم كلمة وستكون لهم إلقاء أيضا شعري في الافتتاح ولكن أيضا في اليوم الأول ستكون الأمسي الأولى بمشاركة ثلاث شعراء هم الشعر محمد إبراهيم من الإمارات والشعر جاسم الصحيح من السعودية والشعر عامر السعيدي من اليمن وتراحظي أن نحن في كل مهرجان يعني نحاول أن نجمع بين التجربة الطويلة وبين التجربة الشابة المتحفزة والمبدعة وبالتالي عندنا شاعر شاب في الأمسية الأولى نراهن على تجربتها الجميلة وعلى ما قدمها ونتابع هذه التجارب حقيقة التجارب الشبابية حتى يجدوا مساحة لهم هذا المهرجان للتجارب الطويلة والتجارب الشابة أيضا عندنا أيضا الأمسيات ستكون ستة أمسيات بدءا من يوم الغد إن شاء الله وستتواصل من يوم الخميس إلى يوم الأحد في نفس المكان في قصر الثقافة إن شاء الله والأمسية الختامية ستجمع مجموعة مختارة من هذه الأسماء أيضا في مكتبة وادي الحلو بالمنطقة الشرقية إن شاء الله جميل هذا التوجه طبعا من مدينة الشارقة إلى المنطقة الشرقية كذلك أيضا بيفتح ربما آفاق يديدة بيفتح كذلك أيضا مجال أمام جمهور يديد مختلف كذلك أيضا عن مدينة الشارقة إذا ما تحدثنا عن المبادرات بحمد يعني يمكن أبرز المبادرات هذه بيوت الشعر اللي تكلمت عنها طبعا حضرتك سابقا واللي طبعا كانت مبادرة كريمة من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح بيوت الشعر في الوطن العربي الآن تم افتتاح أربع بيوت للشعر حتى الآن خلال عام واحد هذه البيوت طبعا متوزعة مثل ما ذكرت بين الأردن وموريتانيا والأخصر في مصر والقيروان في تونس والقيروان في تونس الآن إذا ما تحدثنا عن هذه الأربع بيوت كيفية إدارتها كذلك أيضا ربما الفعاليات التي تقام في هذه البيوت هل يتم الموافقة عليها من خلال بيت الشعر في الشارقة كيف تدار هذه البيوت ومدى تفاعل كذلك ربما أهل المدن التي افتتحت فيها هذه البيوت هو اللي عودنا صاحب السموه على مبادرات دائما مبادرات حقيقة يعني مفاجئة قد يظن البعض أنها مفاجئة ولكن هو يفكر عن المبدع قبل أن يفكر المبدع في نفسه هذه المبادرة طبعا كما تعلمون أطلقت من خلال مهرجان الشارقة للشعر العربي في السنة الماضية في يناير أطلقها سموه البيوت هذه التي افتتحت نحاول نحن من خلال بيت الشعر في الشارقة أن نتواصل مع هذه البيوت نتابع أنشطتها ونتابع ما تقدمه يعني تعيين أو اختيار أيضا الاختيار الجيد الذي من سيقوم على تفعيل برامج هذه البيوت ثم نحن نثق في من يعني خصوصا من نختاره من خلال بيت الشعر نثق في أنه سيفعل هذه البيوت بشكل جيد إن شاء الله ولكن هذا يحتاج أيضا إلى مواصلة التشاور ومواصلة التنسيق بين بيت الشعر في الشارقة وبين مدراء هذه البيوت للطلاع على التشاور والاطلاع على الفعاليات التي تقام سواء من خلال الأمسيات الشعرية أو من خلال الندوات الفكرية أيضا من خلال التواصل مع المؤسسات التي في تلك البلدان يجب أن يكون العمل تكاملي في النهاية يعني يتكامل مع المؤسسات الأخرى التي تعنى بالشعر وحتى نحقق الهدف من رؤية صاحب السمو من افتتاح هذه البيوت في اتصال هاتفي أعتقد من الأخ حسين من عجمان السلام عليكم الله يسلم جزاك الله خير وحبيت نذكر الأخ محمد الأستاذ محمد على هذه القصيدة لدربيع الحصة نعم وأقول له إن شاء الله بالنسبة للمهرجان هل هي دعوة أومنية أو بالنسبة للمهرجان الشياري يعني هذا السؤال الأول وبالنسبة للحبيت هو يشجع للمبدعين وكذا حبيت تسمعه ولو قصيدة بسيطة جدا صغيرة يعني هنا مش شاعر بس بشكل سريع أخي حسين لو تسمعنا عن دربيتين سريع جدا يعني قلتها تحية يا جيش الإمارات المغوار فأنت شرف للإمارات والدول الكبار دافعت عن الحق وللحق تنال لفضل الله وأذر الشيوخ الأشراف جنودك البواسل هاماتها عالية دفعت الدماء لأجل الحق المراد كن فخورا يا جيش الإمارات واجد فخرا بوطنيتك ووطنك عالي المقام شهداءك الأبرار في القلب باقونا وفي جنة الفردوس بإذن الله يقيمون آمين آمين أخي حسين أنت مقيم في دولة الإمارات نعم والأصل من وين من تونس من تونس الخضراء نعم كل الشكر لك أول شيء عليها القصيدة لأنها طبعا تخص جنود الإمارات البواسل ربما كذلك أيضا شهداء الإمارات جعلهم الله طبعا في جنات الفردوس كل الشكر لك أخي حسين شكرا لك على تواصلك طبعا هو كان يعني سؤال الأول أن هل الدعوة عمومية مفتوحة في المهرجان ونعتقد أنها عمومية للجمهور بكل تأكيد المهرجان مفتوحة للجميع هذا الدعم للثقافة فبالتالي أكيد أنه مفتوحة للجمهور بشكل ونحن نتمنى أن يتفاعل أيضا للجمهور كما عاهدناها حقيقة بالتأكيد طبعا في الشارقة في مدينة الشارقة بيكون في بيت الشعر بتكون الأمسيات الشعرية الأمسيات في قصر الثقافة إن شاء الله كلها في قصر الثقافة معدى الندوتين يعني هو من العيمان قصر الثقافة ما تبعيد عليك بريد صحيح معدى الندوتين ندوت بيوت الشعر والندوة الأخرى التي تتحدث عن الدور الحضاري للشعر العربي الدور الحضاري للشعر العربي وين بيكون في بيت الشعر إن شاء الله يوم السبت عن المبادرة في ساعة العاشرة صباحا تكون إن شاء الله في بيت الشعر في قلب الشارقة ويوم الأحد عن الندوة الأخرى التي سيشارك فيها أيضا مجموعة من النقاد العرب عن الدور الحضاري للشعر العربي نعم طبعا يمكن في لقطات سابقة ابو حمد شاهدنا كذلك أيضا عدد من البيوت اللي ذكرناها المكرم أيضا اللي بيكرم إن شاء الله غدا شفنا في اللقطات البيوت أو بيوت الشعر اللي تم افتتاحها في عدد من العواصم أو المدن نصح التعبير العربية ونحن نعرف أن كذلك أيضا هناك يعني بيوت للشعر قيد الإنشاء أو إن شاء الله سيتم افتتاحها مستقبلا تعطينا أسماء بعض المدن اللي في النية افتتاح بيوت الشعر فيها قريبا في تصور يعني في أكثر على أكثر من دولة نحن يعني بتوجيهات شسمة رئيس دائرة التقافل والإعلام سعادة عبدالله العويس نعم نتحرك ونتواصل في بعض الدول نتواصل على سبيل المثال الحصر يعني تم التواصل مع عدة دول كالمغرب والجزائر والسودان ولبنان وطبعا قسم العمل يعني فيها مسألة هذه التواصل وحاليا إن شاء الله نأمل يعني في الأيام القريبة أن يعني هناك تواصل مع بعض أو الدولة سنعلن عنها قريبا أيضا إن شاء الله ربما لم يجاهزة ما قلت لنا اسم الدولة في النهاية إن شاء الله سنة طول سيعلن عنها رئيس الدائرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يارب طبعا نحن نتأمل في السنة القادمة بعد نشوف يمكن ضعف عدد بيوت الشعر مفتوح فيه عواصم وكذلك أيضا مدن عربية أخرى بالتأكيد يعني دعم لشعر العربي وكذلك أيضا حفاظا على مكانة الشعر العربي بالتأكيد وهذا هو الهدف أو أحد أهداف ربما هذه المبادرة عموما يعطيك ألف عافية أبو حمد بالتأكيد يعني تحضيرات على قدم وساق نحن أخذناك ربما من التحضيرات لهذا المهرجان بس أنا بعد حابة أن تختم بقصيدة قبل أن نختم طيب نختم على عتبات الوقت نعم كلها بالفصحة اليوم كلها بالفصحة توضعت توضعت والمصباح مل توسلة وروحي على سجادة الوصل مرسلة يدثرني جرحي وأشعر أنه جواد مع الأيام قد جر سلسلة له في سرير الغيم أنفاس راهب له في مراي الريح عرش ومنزلة مددت له قرب المجرات سلما فطاول ولمعراج الفضاء ليغزله وما خلتني والريح تمتص رغبتي سوى قمر والنور في الغيب أشغله خلوت وليل العاشقين قبيلة تفتش تفتش في الأحداق عن ظل سنبلة أجوع إلى ليلي تلك حكاية وليلى بتأويل المحبين مثقلة وأسمع أنات المريدين تنتشي تنام على لحن وتصحو لتكمله وخلف حجاب ساتر عن ضنونهم رأيت نبيا باسط الكف أرسله وقصرا مشيدا في خيالات أمة تباكته أعواما وبئرا معطلة إلى أين هذا الضوء يمتد من دمي ليسبح في معناي حتى يبلله طويل كرمح الذنب في ظهر أمة تقاتل بالزيتون وهي مزلزلة هربت وفي بغداد عرس ومأتم أيا بشر هل يأتيك وحي لتسأله وحول ظلال الياسمين حكاية تقول بأن الأمنيات مؤجلة ومن سبأ يحكي لنا الطير أنه بصنعاء بلقيس الأمان مكبلا إلى أين هذا البحر يجتر خطوة تتبعها الفرعون حتى تدلل يصلي إماما ظل خوفي ولا أرى صفوفا بهذا الليل تهوي لأرملة كثيرون كانوا في الخباء وخلفوا على عتبات الوقت ذكرى مبجلة لماذا يشيخ الليل والليل عاشق يوزع قلب المغرمين قرنفلة توضعت يا الله هذا ملاذنا تلبسنا ثوب الظلام لنشعلها شكرا لك شكرا لك أبو حمد على هذه القصيدة الجميلة كل الشكر كذلك على وجودك اليوم ويانا وحديثك عن هذا المهرجان وكل التوفيق في هذا المهرجان شكرا لك